كابتر حسام حسن مبارح عمل مباراة فنياً رائعة تحديداً على مستوى الهجومي وقدر يستخدم كل الأدوات المتاحة بشكل رائع جداً في المباراة كسب المباراة بثلاثية نظيفة وكاب فردي مش منتخب ضعيف مش منتخب ضعيف فالنتيجة حلوة، أداء مميز، شغل محترم حسام حسن قادر، قادر هو جهاز المعاون أنه يعمل إنجازات لمنتخب مصر ما حصلتش ولا هتحصل قادر بالشخصية والأمور الفنية مش بس بالشخصية تمام؟ دي أنا مقتنع بيها اسم وتاريخ وإمكانيات حسام حسن تخليه ممكن يوصلنا لده معسكر الأخير لمنتخب مصر معسكر ده زي ما عرفت يعني من معلوماتي من جوا المعسكر إنه الحالة حلوة، الحالة المعنوية حلوة والعلاقة حلوة بالكابتن حسام حسن واللاعبين الأمور زبطت يعني حاجة واحدة بس هقولها للكابتن حسام حسن وحاجة تتقال من محب وعاشق لحسام حسن وتاريخه العظيم لاعب ومدرب شوف محب وعاشق مفيش حد هيدر الكابتن حسام حسن في منتخب مصر إلا حسام حسن بس كلنا بنحب حسام حسن جمهور وإعلام وأجهزة فنية ولعبين وكل الناس تحب حسام حسن وتاريخ حسام حسن وعظمة حسام حسن الوحيد اللي ممكن يأذي حسام حسن في مشواره مع منتخب مصر وحسام حسن هتقول لي إزاي كابتن حسام حسن أرجوك لا تتعامل مع الجميع أنهم أشرار لا تتعامل مع الجميع أنه هم مش وطنيين والكابتن حسام حسن وطن كل الناس وطنيين مش كل الناس أشرار كل الناس بتحب الكابتن حسام حسن فركز بقى ركز في الملعبه بس بحسه طول الوقت ضاغت نفسه أن الناس مستنيال وغلط ألا حتى في المؤتمر الساحب بعد المباراة ده كنت أقطع ده أنا كنت وكنت انسى انسى أن في حد يتربص لك حتى لو في حد بيتربص له حسام حسن شغلك ونجاحك وأدائك مبارح أنت كسبت تلاتة حد يقدر يفتح بقه حد يقدر يلومك حد يقدر يقول تنت التلاتة كام اشتغل واكتهد وانجح حتى الكارهين ليك لو موجودين يعني مش هيقدروا يفتحوا بقه